الاستريبتو كوكاس بايوجينز واحدة من انواع الاستريبتو كوكاس بتسبب امراض كتير جدا اشهرها الهوماتيك فيفر او الحمى الهوماتيزمية حلقة النهاردة هنشرح فيها الاستريبتو كوكاس بالتفصيل الممل فركز معايا وبدون مقدمات طويلة حضر كشكولك وقلمك وكبات القهوة بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد معكم كابتن اناليسس الاول تعالى اشرح لك كل شيء يخص البكتيريا اللي هتسبب لي مرض الحمى الهوماتيزمية بالتفصيل الممل بص يا سيدي وركز معايا انا عندي عيلة في البكتيريا اسمها عيلة الاستريبتو كوكاس جميل تعالى اقول لك شوية صفات خاصة بالعيلة دي العيلة دي بتكون جرام بوزطيف يعني ايجابية للجرام وكمان بتكون موجودة على شكل اتشين او بيرز يا اما على شكل سلسلة يا اما على شكل سنائيات وبتكون كتاليز نيجاتيب جميل كده عيلة الاستريبتو كوكاس دي بتتميز بحاجة خاصة بيها بتميزها انها بتحب البلد بتحب الدم وعشان كده لما اجي ازرع الاستريبتو كوكاس على ميديا لازم يكون الميديا دي فيها بلد وعشان كده بزرحها على البلد اجار جميل جدا عندي انواع كتير قوي من الاستريبتو كوكاس اشهرها الاستريبتو كوكاس بيوجينز والاستريبتو كوكاس نومينيا اللي بتعمل للتهاب الراوي والاستريبتو كوكاس اجلاكتيا لحت هنا دي شوية معلومات بشكل عام عن عيلة الاستريبتو كوكاس نكمل مع بعض لو جينا عملنا تأسيمها للاستريبتو كوكاس على حسب الميديا اللي بنزرع عليها إيه اللي هيحصل عندي؟ ألك هيظهر على الميديا واحدة من ثلاث حاجات يا إما completely hemolysis يعني تحلل كامل ودي بنسميها beta hemolysis يا إما partial hemolysis تحلل جزئي وده بنسميه alpha hemolysis يا إما مش هيحصل تحلل خالص وده non alpha non beta طب ركز معايا ال completely hemolysis دي اللي streptococcus bergene بتحلل الدم كليا أما alpha hemolysis بتحلل جزء من الدم ونتيجة للتحلل هيطلع صبغات هتصبخها والnon alpha non beta دي ما بتحللش أي جزء من الدم لو عاوز تفرق بين اللي streptococcus biogenes وبين أنواع اللي streptococcus التانية هتعمل اختبار بسيط في المعمل وهو البسترسيل هكلمك عن نقطة مهمة جدا في اللي streptococcus biogenes واحدة من أشرص أنواع البكتيريا اللي موجودة عندنا هنتكلم عن virulence factor يعني إيه كلمة virulence factor قالك معناها بالعرضي هو عوامل الخبس أو عوامل الدراوة اللي من خلالها البكتيريا تقدر تسبب لي مرض أول عامل عندي وهو الامبروتين وركز فيه لأن ده هنحتاجه قدام بعد كده الامبروتين بيكون surface protein طب إيه وظفته وليه بتركز عليه قوي أنك ده بيساعد أن يعمل لي adherence بيساعد أن البكتيريا تتجمع مع بعضها وتلتصد فعشان كده بيساعد البكتيريا على أنها تعمل colonization كمان بيعمل لي anti-phagocytic بيخلي البكتيريا دي مقاومة لعملية الـ phagocytosis وبالتالي هتحافظ على نفسها بص كمان البكتيريا عندها إيه ده عندها بروتين F وعندها lipotechic acid كل دول هيساعدوها أنها تلتصق وتعمل adherence البكتيريا مش غبية خلي بالك أن نتيجة لوجود الامبروتين اتقسمت الـ streptococcus biogenes عندي لأكتر من 90 serotype أنواع كتير جدا من الـ streptococcus biogenes ركز معايا أكتر لما جي أدرس الـ immunity system هتلاقي عندك الـ complement الـ complement دي واحدة من أهم الحاجات اللي بتساعد الجسم أن يعمل phagocytosis عندي نوع من الـ complement اسمه complement 5A الـ complement 5A ده بكل بساطة وظفته أنه لما يشوف أي مايكو أورجانيزم غريب جوا جسم الإنسان يفضل يصوت فجهاز المناعة يتلمى حوالين مايكو أورجانيزم ويتخلص منه طب البكتيريا مهش غبية واحدة من أسكى البكتيريا اللي موجودة عندنا هتعمل إيه؟ قالك هتطلع مواد طب المواد دي هتعمل إيه؟ قالك هتكسر C5A وبالتالي هتحافظ على نفسها من الفاجوسيتوزيس بص بقى اللي جاية دي البكتيريا دي بتعمل كابسول حواليها بيكون هايلورونيك أسيد كابسول وده هيساعدها إنها تحافظ على نفسها مش هسيب الجسم يقضي علي فواحدة من أشرص البكتيريا اللي موجودة عني الجهاز المناعي عندي ماشي بقاعدة حلوة قوي القاعدة دي بتقولك إن لو مش هقدر أقتل الباسوجين أنا هحجمه وخليه ما يتحركش هتعمل إيه؟ قالك بكل بساطة أنا هحط عليه مواد أو هحط عليه شبكة تخليه ما يتحركش من مكانه فالجسم عندي هيطلع فيبرينوجين ضد الستريبتو كوكاس بيوجينز وده هيحجم حرجة البكتيريا البكتيريا تسكت عندي مستحيل واحدة من أسكل بكتيريات اللي موجودة عندنا البكتيريا هتطلع علي استريبتو كاينيز هو إيه الليستريبتو كاينيز؟ قالك ده إنزيم هيكسر الفيبرينوجين مش هتقدر تموتني الإنسان لما عرف بمعلومة الليستريبتو كاينيز دي بدأ يعمل حاجة مهمة جدا استخلص الليستريبتو كاينيز وبدأ يستخدمه بنفس الفكرة بدأ يستخدمه في علاج الجلطات خلال 6 ساعات طب ليه مش بعد 6 ساعات؟ ركز معايا الجلطة لما بتبدأ تتكون عندي خلال 6 ساعات بتكون سموس وبالتالي لما أدي للمريض اللي داخل المستشفى حقنة استريبتو كاينيز إيه اللي هيحصل عندي؟ قالك هتعمل بيسولف هتدوب لي الجلطة طب لو عدى 6 ساعات إيه اللي بيحصل؟ قالك الجلطة بتكون هارد بتكون صولد جامدة جدا فلما أجي أدي استريبتو كاينيز هنا مش هعمل لها ديسولف هنا أكسرها وبالتالي لما بكسرها هيديني قطع من الفيبرين صغنانة جدا وده هيساعد إنها تسد الفيزل عندي وبالتالي أنا كده ما ساعدتش على الزابة الجلطة آخر حاجة معايا في حلقة النهاردة وهو الاستريبتو لايسين يا دينيلا الاستريبتو لايسين ده كمان البكتيريا دي ما بتسكوتش الاستريبتو لايسين ده اللي مسؤول عن عملية الهيمولوسيز للأربزيز وعشان كده البكتيريا دي اتقسمت إنها بيتا هيمولوتك نتيجة لوجود الاستريبتو لايسين حلو الكلام يا طرى عندي كم نوع من الاستريبتو لايسين قالك عندك نوعين استريبتو لايسين O واستريبتو لايسين S طب إيه الفرق بين الاتنين قالك الاستريبتو لايسين O ده بيكون أنتجينك يعني إيه كلمة أنتجينك يعني بيستحسك هز المناعة إنه يطلع ضده أنتيبادي وعشان كده أنا بعمل في المعمل تحليل اسمه أنتستريبتو لايسين O اللي هو الـ ASOT أما الاستريبتو لايسين S ده بيكون نن أنتجينك وبالتالي جهاز المناعة ما بيقدرش يستحسه طيب تعالى أقولك فرق مهم جدا بين الاستريبتو لايسين O والاستريبتو لايسين S الاستريبتو لايسين S بيكون أكسجين ستيبل أما الاستريبتو لايسين O بيكون نن أكسجين ستيبل طيب أنا هنا لما باجي أزرع على بلد أجار بيحصل عندي هومولوسيس يا ترى نتيجة لوجود الاستريبتو لايسين O ولا نتيجة لوجود الاستريبتو لايسين S ركز معايا لو أنت زرع العملية بتاعتك في كونديشن إرابك يعني هوائي هيكون مين اللي موجود عندي قالك هيكون موجود عندي استريبتو لايسين S لأنه ما بيتأثرش بالاكسجين وهو ده اللي هيعمل ليه هومولوسيس أما لو أنت زرع العينة بتاعتك لاهوائي أناروبيك هيكون عندي استريبتو لايسين O واستريبتو لايسين S واللي اتنين هيعملولي هومولوسيس بكتيريا الاستريبتو كوكاس بيوجينز واحدة من أشرس أنواع البكتيريا دي كانت حلقة النهاردة في مقدمة عن الاستريبتو كوكاس بيوجينز الحلقة الأهم الحلقة الجاية هنتكلم عن الأمراض اللي بتسببها للبكتيريا دي وهنتكلم عن الحمى الوماتيزمية بالتفصيل أتمنى حلقة النهاردة تكون مفيدة ولو أعجبتك الحلقة ما تنسى اشتغل وايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يتخلق كل جديد كان معاك وكابتن أناروبيك بعد ما حصلت الإصابة ببكتيريا نتيجة للفيريولانس فاكتر الكتير اللي موجودة عند البكتيريا دي بدأ يظهر عندي أمراض كتيرة جدا وعشان كده أسمنا الأمراض لنوعين لوكالايز دي انفكشن وإنفيزف انفكشن تعالى نتكلم عن اللوكالايز دي انفكشن أول حاجة عندي وهي الفيرنجايتس خلي بالك ان الليستيروبتو كوكاس باي الجينز بتحب قوي تعمل التهاب في الحلق جميل؟ طيب بعض الناس هتقول تونسولايتس تعبير صح بس مين الأشمل والأضاق قالك هو الفيرنجايتس ليه؟ كلمة تونسولايتس معناها التهاب في اللوستين طب هو مش أنا ممكن أعمل استقصال للوستين دول ويزعر عندي التهاب في الحلق قالك آه وعشان كده أنا بقول فيرنجايتس عشان ما فيش إنسان يقدر يشيل الحلق بتاعه كله أو يستقصله لما حصل عندي فيرنجايتس هتظهر بعض الأمراض أو بعض الأعراض زي الفيفر والريدنس والسولينج هتلاقي فيه انتفاخ عند منطقة الزهر بعد كده يحصل مضاعفة عندي بنسميها اسكارلت فيفر أو الحمى القرمزية وهنا بتحصل بعد الإصابة بالتهاب الحلق بكتيريا الاستروبتو كوكاس بايوجينز هتفرز ليا التوكسين اي سم من النوع اي وده هيسبب ليا ريد اسكين راش وكمان هيخلي لسان المريض شبه الفرولاية عشان كده بنقول إنه بيعمل استروبري تونج جميل نكمل مع بعض ثاني حاجة عندي وهي الانفيزف انفريكشن أول حاجة فيها حمى النفاس بعد الست ما تولد أو يحصل عندها إجهاض يجي لها حمى سخنية بتكون نتيجة للإصابة بالنستروبتو كوكاس بايوجينز جميل مش كده وبس البكتيريا دي هتعملي أكيوت كاردايتس هتعملي التهاب حد في القلب سواء القلب سليم عندي أو في مشكلة أو مركب سمامات البكتيريا دي هتدخل وتعمل دامج هارت فالف هتعمل تدمير لسمامات القلب البكتيريا مش هتكتفي بكده بس ده قالتلك ده أنا هاكل لحوم البشر فليش ايتنج بكتيريا يخرب بيتك بتعملي ايه قالتلك بتعمل نيكروتايزنج فاشياتيز يعني ايه هتطلعلي توكسن اسمه توكسن بي التوكسن بي ده بيكون لي بروتينيز اكتيفتي بيكون لي القدرة على هضم البروتينات وبالتالي هتاكل البروتينات اللي في جسم الإنسان السورة اللي قدامك دي بتوضحلك احنا ليه سميناها ببكتيريا اكلة لحوم البشر كمان هتعملي توكسك شوك سندروم وهتلاقي المريض عنده الاعراض دي هايلي فيفر سخنية عالية جدا هايبوتينشن رينال فيليور مالتي ارجانز فيليور وكمان اسكين راش يخربت سنيني كل دي امراض هو انت فاكرة اللي انت لما تعملي فيها كده أنا هسكت عليكي قالتلك تبوريني بقى يا شاطر هتعمل ايه في اللي جاي مضاعفات ما بعد الاصابة ببكتيريا الستريبتو كوكس بايو جينز رحت ساكت وقلتلها واريني هتعملي ايه قالتلك هعمل لك مضاعفات ما بعد الاصابة زي الاكيوت ريماتيك فيفر الحمى الريماتيزمية الحدى وزي الاكيوت جلوميورونفريتس التهبات في الكليا تعالي ناخد الاكيوت ريماتيك فيفر بص مش احنا شرحنا الحلقة اللي فاتت وقلنا للستريبتو كوكس بايو جينز في تكوينها الام بروتين اه لما بيحصل عندي اصابة بالبكتيريا الام بروتين ده بيبدأ يظهر عندي وبيكون انتجينيك يعني ايه كلمة انتجينيك يعني ليه القدرة على اصارة جهاز المناعة عشان يطلع ليه انتيبادي ويطلع ليه انتيبادي كتير جدا عشان تتخلص من الام بروتين جميل جدا الانتيبادي دي وهي في الدم هتروح على الهارت هتروح على القلب هتلاقي شيء غريب جدا ان الهارت بتاعي القلب داخل في تكوينه بروتين بيكون نفس تكوين الام بروتين وهنا الانتيبادي يبدأ اللي يحصل له زي صدمة كده طب دي استريبتو كوكس بايو جينز طب واللي في القلب استريبتو كوكس بايو جينز ولا تكوين القلب نفسه فلما ما يقدرش يفرق ما بينهم يبدأ الانتيبادي يدرق في اللي استريبتو كوكس بايو جينز ويدرق في القلب فيبدأ يحصل عندي كورس راكشن والجسم يبدأ يهاجم نفسه وعشان كده قلنا ان الريماتيك فيفر واحدة من ضمن الاوتو اوميون ديزيز الامراض المناعية بتحصل الريماتيك فيفر في كل الاعمار ولكن في الغالب بتكون من عمر أربع سنين لتلاتين سنة كفاية عليك يا بكتيريا كده ارحميني قالتلك مش هرحمك اتفرج علي جاي هتعملي ايه تاني حرام عليكي قالتلك هعملك أكيوت جلوميرونفريتس هعملك التهاب حد في كوبايبات الكيليا ركز معايا بقى وفهم الحتة دي كويس قوي لما حصل اصابة عندي بالبكتيريا والانتجين ظهر عندي جهاز المناعة بدأ يطلع انتبادي بكمية كبيرة جدا ضد الانتجين فالانتبادي هيمسك مع الانتجين ويحصل عندي انتجين انتبادي كومبليكس جميل؟ طيب هنا كمية الانتجين قلت نتيجة لوجود الانتبادي وظهر عندي انتبادي كتير جدا ركز معايا في النقطة دي وفهمها كويس انا عندي نظرية اسمها الزون فنومنال تمام؟ نظرية الزون دي بتوصف النسبة بين الانتبادي والانتجين فعندي ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان الانتبادي يكون اكوال مع الانتجين يكون نفس الكمية وهنا بيحصل عندي نتوريزيزيشن جميل وبيتكون عندي كومبليكس كبير نتيجة النتورييزيزيشن اللي حصل حلو الكلات قالك في احتمالين تانيين اول احتمال احتمال والاحتمال التاني increase the antigen and decrease the antibody طب ايه اللي هيحصل هنا عندي قالك هيتكون عندك small immune complex طيب فين المشكلة قالك small immune complex دوت بيكون soluble immune complex طيب فين المشكلة برضو قالك مشكلته بقى ان دوت بيروح يترصب في اماكن مختلفة والمكان اللي هيترصب فيه هيعمل لي فيه التهاب ويعمل لي فيه مشكلة فتلاقي المريض بيشتكي ان مفاصله بتوجعه طب هو ايه اللي حصل قالك الانتيبادي راح يترصب في الجوينت وعمل فيه التهاب في المفاصل تلاقي المريض بيحصل له قراش على الجلد بتاعه نتيجة لوجود الانتيبادي مش كده وكمان ده الانتيبادي هيروح يترصب فيه الكليا ويحصل عندي acute glomeronophritis التهاب حد في كوبايبات الكليا دي كل الامراض اللي عملتها والمضاعفات بتاعتها اتمنى حلقة النراضة تكون مفيدة الحلقة دي انت محتاج تشوفها مرة واثنين وتلاتة عشان تفهمها واعملها على شكل اسكيمة عشان تكون بسيطة بالنسبة لك الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن التحاليل المعملية اللي بنشخص بها بكتيريا أتمنى حلقة النراضة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد كان معاك بعد ما حصلت الاصابة بالستريبتو كوكاس باريجينز وتسببت عندي في امراض كديرة جدا جيت دور ان انا شخص الامراض دي اول مرض عندي وهو الفرنجايتس او التهاب الحلق المريض هيجي يشتكي من شوية اعراض زي الفيفر السخنية والردنس عنده احمرار وسويلنج عنده انتفاخات تحت الحلق لما نيجي نفتح الفم بتاع المريض ونشوف التونسيلز بتاعته هنلاقي فيه تونسيلز فيه التهاب في اللوز وكمان عليها بقر صديدية عليها بص زي ما انت شايف في السرق قدامك هنا انا تيقنت للبيش انت عنده بكتيريا الانفكشن وعشان كده لازم اعمله هاخد منه عندي اكتر من نوع للعينة يا اما هاخد سورت سواب يا اما هاخد باصل يا اما هاخد بلد وخلي بالك لو خدت عينة بلد فانت هنا بتعمل بلد كاليتشار هتضطر تعمل للمريض مزرع الدم طيب بعد ما حددت نوع اللي سبيسمن بتاعتي الميديا اللي هازر عليها اتفقنا وقلنا ان الاستيريبتو كوكس بايو جينز او عيلة الاستيريبتو كوكس بشكل عام بتحب الميديا اللي فيها بلد وعشان كده انا هستخدم انريدشيد ميديا هيكون بلد اجار اجار عليه دم جميل كده طيب بعد كده هعمل الكاليتشار بتاعتي وهبدأ ابص على اللي هيطلع على طبع الاجار عندي واعمل البيو كيميكال عشان اعمل ايدنتفيكيشن او حدد نوع البكتيريا فهلاقي البيو كيميكال راكشن بتاعتي اول ما بص على الطبق هلاقيها بيتا هيمولوسز انميديا وهلاقي الكاتاليز بتاعي نيجاتيب وهلاقيها جرام بوزاتف كوكاي وهتكون سينستيرتي للباسترسين زي ما اتفقنا جميل نكمل مع بعض دلوقتي احنا شخصنا الفيرنجايتس جميل هنتكلم دلوقتي عن تشخيص الأكيوت ريماتيك فيفور اللي هي الحمى الروماتزمية والأكيوت جلومورينفريتس التهاب الكلام الحال تركز معايا جي عالم وقالك انا هحط لك تو كريتيريا تقسمتين ماينور كريتيريا وميجور كريتيريا جميل ولما تشوف الأعراض من هنا والأعراض من هنا موجودة يبقى المريض ده اكيد عنده حمى روماتزمية او التهاب في الكلام تعال اول حاجة ناخدوها مع بعض وهي الميجور كريتيريا جميل اول حاجة هتشوفها فيها ان يكون عنده التهاب في القلب كارتايتس جميل زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت وقلنا للبكتيريا بتضرب سمامات القلب فبتعمل التهاب في القلب تاني حاجة المريض هيجي يقولك انا عندي في واجع في المفاصل بيتنقل من مكان لمكان فبيحصل عندي ميجوريشن بولي ارسورايتس كمان هيقولك انا بلاحظ على الطفل عندي اعراض غريبة عراض حركة غريبة بيحصلوا حاجة اسمها كوريا يعني ايه بقى كوريا قالك الميكروب عندي الستيروتو كوركاس بريجينزا هيصيب البيزل جانجيليا الخاصة بالاعصاب جميل وخاصة الجزء المسؤول عن الحركة فهتظهر حركات لا اراضية على الطفل جميل نتيجة للاصابة بالمرض ده دول التلت اعراض اللي في الميجور كريتيريا طب الماينور كريتيريا هيبقى فيها ايه قالك هتلاقي فيها الاسر بتاعك انكريز عالي وهتلاقي السي ار بي بتاعك انكريز عالي وهتلاقي عندك ليكوس هيتروزيس ارتفاع في كوراة الدم البيضى وفيفر سخنية ومشكلة في رسم القلب جميل لما بتشوف عرض او اتنين من الميجور كريتيريا مع اعراض الماينور كريتيريا هنا بشك ان البشانت عنده يا اما حمى روماتزمية او التهاب في الكليا جميل بناء على الاعراض اللي هتظهر عندي وشكوة المريض هنبدأ نحدد هو عنده ايه بالزبط حلو الكلام نكمل مع بعض هنتكلم مع بعض على تشخيص الاكيو تريماتيك فيفر في المعمل ازاي بص بكل بساطة احنا بنعمل تحليل اسمه اس او تي هو ده اللي بيشخص الاكيو تريماتيك فيفر بس كده اه طب تعال نفهم الحكاية جات منين زي ما تعودنا بص يا سيدي البكتيريا عندي زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت وقلنا انها بتطلع لي استريبتولايسين او جميل جدا طيب الاستريبتولايسين او ده بيكون ليه خاصية انتجينيك يعني ايه كلمة انتجينيك يعني بيحس جهاز المناع الاميون سيستم عندي ان يطلع انتباضي ضده طيب البكتيريا دي زكية والغبية قالك زكية جدا لما بيحصل الاصابة بالبكتيريا وتلاقي الهجوم عليها من الاميون سيستم تبدأ تقول له ما تضربنيش سبني بعد اذنك وتيجي عامل ايه تيجي مطلع لي ريليز للستريبتولايسين او فالاكسام المضادة تعمل ايه تطلع تجري وراء اللستريبتولايسين او فيطلع عندي انتي بادي ضد اللستريبتولايسين او اللي هو مين بقى اللي هو تحليل الانتستريبت اللي انت بتعمله في المعمل عندك كده احنا فهمنا التحليل ده فكرته جات من اين قالك حلو الكلام يبقى وجود الاجسام المضادة دليل على الاصابة باللستريبتو كوكس بايو جينز لحد هنا مفيش مشكلة طب دقة التحليل ده قد ايه قالك التحليل ده دقته حوالي 85% طب ليه مش 100% قالك لان في حوالي 15% من اللستريبتو كوكس بايو جينز ما بتقدرش تفرز الانزايم ده وعشان كده هو دقته 85% فخلي بالك تفهم ايه من هنا ان مش كل انتستريبت نيجاتيف معناها ان المريض ده مش مصاب ما ممكن يكون ال 15% اللي ما بيفرزوش هم اللي بيصيبوا المريض ده التحليل ده انا بستخدمه في تشخيص الاكيوت روماتيك فيفر امال هشخص الاكيوت جلومرونفريتس ازاي؟ هو ده اللي هتشوفه دلوقتي فركز معي هنتكلم عن تشخيص الاكيوت جلومرونفريتس بالتفصيل التحليل اللي بشخص بي الاكيوت جلومرونفريتس هو تحليل الانتي دي اني ايس بي فركز معي وتعال نفهم الموضوع بكل بساطة دلوقتي لما حصلت الاصابة بالستريبتو كوكس بايو جينز البكتيريا دخلت في حرب شرسة جدا مع الاميون سيستم ومات شوية منها وشوية خلايا بدأت تطلع لنا في الدم دي اني ايه؟ طب فين المشكلة؟ قالك دي اني ايه ده لما بيبقى موجود في منطقة بيخليها فيسكوستي يعني ايه؟ يعني لازجة فالبكتيريا تيجي تتحرك ما تعرفش تتحرك بسهولة طيب رحت البكتيريا دي عشان تسهل حركتها رحت مطلع علي انزيم يكسر دي اني ايه؟ فاصبح اسمه ايه؟ دي اني ايس جميل؟ الدي اني ايس ده انواع كتير جدا اشهرهم البي فالدي اني ايس بي هيكسر ايه؟ هيكسر دي اني ايه عشان يسهل الحركة؟ رح الجسم بتاعي مطلع انتي بادي ضد الدي اني ايس بي جميل؟ وبالتالي رحت انا واخد الانتي دي اني ايس بي وقسته عندي في المعمل وبناء عليه تم تشخيص الاكيوت جلوميرونفايتس عن طريق تحليل الانتي دي اني ايس بي جميل؟ دي كانت حلقة النهاردة في تشخيص الفرنجايتس والاكيوت جلوميرونفايتس والاكيوت ريماتيك فيبر الحلقة الجاية بازن الله هنتكلم فيها عن تحليل الانتستريبت الاس اوتي بالتفصيل المملة جوه المعمل ازاي يشتغل وازاي يخففه وازاي طلع التتريب بتاعي وهنعمل تفسير للنتائج بتاعة التحليل دي كانت حلقة النهاردة اتمنى الحلقة تكون مفيدة ولو اعجبتك الحلقة ما تنسى اشتعمل لايك في الفيديو وشغل لي القناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد كان معك بدون مقدمات طويلة يلا ندخل في حلقة النهاردة بصا عندي اكتر من طريقة بشتغل بها تحليل الاس اوتي اول طريقة عندي وهي الكواليتيتف بوزاتف او نيراتف موجود ولا مش موجود تاني طريقة عندي وهي السيمي كوانتيتف يعني ايه كلمة سيمي كوانتيتف يعني موجود طب هو موجود بتركيز كام التتر بتاعه كام يبقى بوزاتف وسيتر سواء بوزاتف 200 او 400 او 800 تالت طريقة عندي وهي الكوانتيتف كميته قد ايه موجود برقم صحيح سواء 200 او 250 او 300 او 350 وهكذا في حلقة النهاردة هنتكلم عن الكواليتيتف والسيمي كوانتيتف بالتفصيل الممل فركز معايا هنشتغل تحليل الاس اوتي على خطوات الخطوة الاولى وهي الكواليتيتف هو بوزاتف ولا نيجاتف يا ترى موجود ولا مش موجود طيب لو مش موجود فالحمدلله طب لو موجود قالك هتعمل سيمي كوانتيتف يعني ايه سيمي كوانتيتف يعني هتطلع لي التتر بتاعك جميل ركز معايا فكرة تحليل السيرولوجي بشكل عام وهي احباره عن الانتجين زائد الانتيباديز واللي يحصل يحصل عندي انتجين انتيباديز كومبليكس زي ما انت شايف في السراء قدامك يعني ايه كلمة لاتكس اصلا كلمة لاتكس معناها كرات حجمها صغير جدا هحمل عليها الستريبتولايسين او جميل وهعمل خلط مع السيروم السيروم هيكون فيه الانتيبادي الخاصة بالستريبتولايسين او يعني هتكون انتيستريبتولايسين او جميل جدا في حالة وجود الانتيبادي في الدم هيلاقي الانتجين اللي هو الستريبتولايسين وهيمسكه مع بعض ويعمل الانتجين انتيبادي كومبليكس وبكده هيكون بوزطيب هيكون ايجابي اما في حالة عدم وجود الانتيستريبتولايسين الانتيبادي الخاصة بالستريبتولايسين في الدم عندي مش هيتحد مع الانتجين وبالتالي هيكون نيجاتيب فهمنا الفكرة يلا بينا ندخل على التحليل بتاعنا هنقسم اجراء تحليل الانتستريبت عندي لتلات خطوات الخطوة الاولى وهي الاناليتك والخطوة التانية وهي الاناليتك والخطوة التالتة وهي البوزط اناليتك او ازاي يطلع النتيجة بعد ما اشتغل فركز معايا هنمسك مع بعض الاناليتك اول حاجة عندي فيها اللي سبريس من يا ترى المريض يكون فاستنج ولا مش فاستنج صايم ولا لأ قالك هو ما بنحتاجه الصايم تاني حاجة يا ترى اشتغل سيروم ولا بلازمة لو فتحت اي بانفلت في الدنيا هتلاقي بتقولك use only serum بعد اذن حضرتك استخدم السيروم طب ليه ما باستخدمش بلازمة قالك not suitable يعني مهيش مستقرة وهتديني false positive جميل جدا فبعد اذنك استخدم سيروم وما تسمعش كلام اي حد يقولك استخدم بلازمة اتبع البانفلت تاني حاجة عندي storage لما باجي اسحب عينة عندي لو انا ما اشتغلتاش في نفس الوقت اقدر اخزنها في درجة حرارة من اثنين لتمانية لمدة 24 ساعة ولو انا مش عاوز اشتغلها دلوقتي واطول مدة حفظة سيروم بتاعي قالك هتحطها في درجة حرارة سالب 20 طيب بعد ما حصلت على العينة ازاي يحصل على السيروم قالك هتجيبي العينة وتحطها في وترباص لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة 37 لحد ما يحصلها completely clotting وبعد كده هعمل سنترفيوج من دقيقة لتاقتين في الفين دورة بعد كده هحضر السلايد اللي هشتغل عليها ودي سلايد خاصة بتحليل ال asot وهكون مطلع ال reagent او المحلول بتاعي من التلاجة قبل اجاء التحليل ب 20 دقيقة او بتلت ساعة عشان ياخد درجة حرارة الغرفة انا كده خلصت ال pre analytic هدخل دلوقتي على ال analytic ازاي اشتغل التحليل ركز معايا هنتكلم عن الخطوة التانية وهي ال analytic ازاي اشتغل التحليل هنقسم خطوة analytic لخطوتين qualitative و semi quantitative اولا هنتكلم عن qualitative قلنا في اول الفيديو ان الكلمة qualitative معنى بزطف او negative وهنا هشتغل equal volume او equal value جميل ركز معايا هاخد 20 من السيوم على 20 من ال reagent او 50 من السيوم على 50 من ال reagent المهم النسب متساوية وهيكون عندي سلايد خاصة بال asot هحط ال 20 سيوم على ال 20 reagent واعمل mix واعمل rotation تقليب لمدة دقيقتين لو زادت المدة عن دقيقتين ما تعتمدش النتيجة ابدا وبعد كده تبدأ تشوف ال observation عندك الملاحظة لو ظهر عندك aglutination هنا التحليل بتاعي positive اما لو ما ظهرش aglutination هنا التحليل بتاعي negative فحالة ظهور ال aglutination هنا التحليل عندي positive فهدخل على الخطوة رقم اتنين وهي semi quantitative فركز معايا ويلا نشرح خطوة semi quantitative بالتفصيل خلاص التحليل طلق عندي positive فهبدأ ادخل على semi quantitative هعمل serial dilution 1-2 1-4 1-8 1-16 زي ما تعلمنا مع بعض هنعمله ازاي هنجيب اربع انابيب ونكتب على انبوبة الاولى تيوب 1 والانبوبة التانية تيوب 2 والانبوبة التالتة تيوب 3 والانبوبة الربعة تيوب 4 وهحط في الاربع انابيب 100 ميكرون من النورمال سالايد وبعد كده هاخد 100 ميكرون من السيروم عندي واعمل ميكس من السيروم مع النورمال سالايد في اول انبوبة واعمل ميكس كويس واشيل منهم 100 ميكرون وحطها في الانبوبة التانية وميكس واشيله وحط في التالتة وهكذا لحد ما اوصل الانبوبة رقم 4 هعمل ميكس كويس وهاخد 100 ارميهم عندي اتخلص منهم كده يبقى الانبوبة الاولى تيوب 1 هتكون 1 ل 2 والانبوبة التانية هتكون 1 ل 4 والانبوبة التالتة هتكون 1 ل 8 والانبوبة الربعة هتكون 1 ل 16 هسيب لك في الديسكريبشن عندك تحت اللينك الخاص بالسيريال ديرليوشن واحنا بنشتغله جوه المعمل بعد معمالة السيريال ديرليوشن عندي هبدأ اشتغل زي ما تعلمنا هاخد من الانبوبة الاولى 20 على 20 20 من الميكس اللي احنا عملناه على 20 من الريجنت او 50 على 50 زي ما انت عاوز المهمة تشتغل لحد ما توصل ان الانبوبة الاخيرة تديك فمثلا اشتغلنا والانبوبة الاولى الانبوبة التانية الانبوبة التالتة الانبوبة التالتة يبقى انا التخفيف عندي لحد الانبوبة رقم اتنين هنا انا اشتغلت الاناليتيك طيب بعد كده هدخل على الخطوة التالتة وهي البوست اناليتيك ازاي اطلع النتيجة وسجلها عندي اكتبها في التقرير بتاعي فركز معايا ويلا بينا نتكلم على اخر خطوة البوست اناليتيك بعد ما عملت التخفيف عندي واشتغلت زي ما قلت لك من الانبوبة الاولى والتانية والتالتة والربعة وشوفنا اني انبوبة فيهم اللي هتديني بوزطيب على تخفيف يا طيب هتطلع النتيجة بتاعتي ازاي هت بنطلعها بها زرد كده قالك لا فيه قانون القانون بتاعي زي ما انت شايف قدامك بيقولك فيه وده هتلاقيه متين فمثلا انت عندك الزهر في تخفيف واحد الاربعة ويه متين يبقى اربعة في متين هتكون النتيجة عندي تمنمية وبكده نكون نتعلمنا ازاي نشتغل تحليل اس او تي جوه المعمل بقى دق الطرق اتمنى حلقة المعارضة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل وايك للفيديو وشيره للقناة وصابسكرايب عشان يوصلك كل جديد كانت معاك وكابتن اناليسيس